فهذا الشريط غنتعرفوا على طريقة إنشاء ملفات جديدة في الإكسل 2013 فمثلاً لكن نخدمين في أي ملف وحتاجين إضافة ملف جديد فيكفين ضغطوا على الزر كون دخولوا الزر أن في نفس الوقت ومباشرةً كتظهر هدنا صفحة جديدة وهنا كيظهر عندنا تسمية ديرها مع الترتيب على حسب عدد الملفات اللي عندنا عدنا كذلك طرق خرال فتح ملف جديد في الإكسل فيكفين تقلوا لانجلي في شيء ومن بعد نختاروا هنا يا نوفو وهكذا إكسل كيقدمنا أشكال ونماذج مختلفة للملفات اللي يمكننا نستعملوا كيف ما كتلاحظوا معايا هاد النماذج كتساعدنا في إنشاء ملف إكسل بشكل سريع بحيط نقدر نحتاجوا مستقبلاً استعمال أشكال خاصة مثلاً على شكل فاتورة أو لا برسومة بيانية أو غيرها من نماذج مثلاً لاختارينا النموذج التالي كفين ضغطوا عليه ومن بعد على كخيه هو كتفتح هادنا ملف إكسل بالنموذج اللي اختارينا وهكذا غنقوموا فقط بتشخيص هاد نموذج بالمعطيات والمعلومات الخاصة بنا يمكننا اختيار أنواع مختلفة نرجع للانغلي فيشي ومن بعد نوفو إذن إحنا كيظهروا عدنا نماذج كتيرة وبعدد كبير فإذا انتقلنا ما بين هاد الاختيارات عدنا هاد الرابط لي كيمكننا نستفده من المزيد من نماذج يمكننا أيضاً تحديد نواية النموذج اللي بغينا استعماله باستعمال هاد اللائحة ويمكننا أيضاً نكتبو هنا مباشرة اسم النموذج اللي محتاجين وكيظهر عدنا بأنواع مختلفة وبعدد كبير وبالتالي يكفي نحدد نوع واسم الاختيار اللي بغينا وكيظهر عدنا